للعام السادس على التوالي يأتي الأول من مايو يوم العمال العالمي أو ما يسمى بعيد الشغل في بعض البلدان وموظفي وعمال اليمن دون مرتبات ويعيشون أوضاعا غاية في السوء والتعقيد ويتجرعون الويلات بسبب انقطاع المرتبات وغياب كافة الحقوق والحرم من أبسط وسائل العيش والسلامة ويعيش العامل اليمني أوضاعا استثنائية عن سائر العمال في المنطقة العربية والعالم حيث تواصل ميليشيات الحوثي نهب إيرادة الدولة وتعطيل عمل المؤسسات ونهب مرتبات الموظفين والعمال في المناطق الخاضعة لها في حين تتنصل الحكومة الشرعية من القيام بأبسط واجباتها تجاه العمال والموظفين وتمارس التعقيدات في صرف مرتبات بعض المناطق المحررة وكأن الجميع يستهدف الموظف والعامل البسيط الذي يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة ويعالت أسرة بما يصد رمقها من المبالغ الزهيدة التي كان يتقاضها كمرتب شهري ففي حين تسعى حكومات العالم لتحقيق مستقبل أفضل للعمال ويطمح العمال والموظفون في كثير من بلدان العالم لتحسين أوضاعهم المعيشية وتسوية مرتباتهم لا يزال الموظف البسيط في اليمن يعاني الحرمان ويعيش بين سندان الميليشي ومطرقات الحكومة حيث يلقى كل منهما باللوم على الآخر ويبقى الموظف والعامل في آخر السلم الاهتمام منزوع من أبسط الحقوق المكتسبة والمتمثل في المعاش فضلا عن تعطيل عمل المؤسسات واقتصار العمل على فئة معينة دون اكتراث لمصير أكثر من مليون موظف أسرهم الذين يكابدون الحياة منذ إشعال ميليشيات الحوثية الحربة في البلاد ونقل البنك المركزي إلى عدن فضلا عن التدمير الذي تعرضت له الكثير من المصانع والمنشآت الخاصة والتي قذفت بعمالها إلى رصيف البطالة وتأثر الإيرادات العامة للاقتصاد الوطني مراقبون تبرو الواقع المرير الذي يعيش العامل اليمني يمثل انتهكا صارخا لحقوقه واضطهادا لمجهود في إطار سياسة تجعم منهجة تتبع ميليشيات الحوثية وتستهدف العمال بشكل عام في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو تلك التي تحت سيطرت الحكومة ويتطلع العمال في اليمن بمناسبة اليوم العالمي للعمال أن تلقى مظلوميتهم آذانا صاغية من العالم الحر والمنظمات الدولية التي يمكن أن تمارس ضغوطا على الحكومة والميليشيات على السواء الإفراج عن مرتبات الموظفين المقطعات منذ سنوات وإعادة لأتبر الوظيفة الحكومية والعام اليمني بشكل عام ليتمكن من العيش الكريم كباقي عمال العالم حتى في أدنى الحدود والإمكانات ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة